أحسن الله إليكم هذه إرسالة من أحد المستمعين يقول في أولها في سؤال له هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد أن الاستمناء باليد يعد كبيرة من كبائر الذنوب وهل هناك حديث نبوي فيه الوعيد على ممارس هذه العادة وجهونا في ذلك جزاكم الله خيرا الحافظ بن حجر الهيثمي المكي ذكر أن الاستمناء باليد كبيرة من كبائر الذنوب في كتابه الذي يسمى بالزواجر عن اقتراف الكبائر ولكن المعروف عند أهل العلم أو عند أكثر أهل العلم أن الاستمناء باليد معصية وأنه صغيرة من صغير الذنوب وهو حرام على كل حال وذلك لقوله تعالى والذينهم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فلم يبح الاستمتاع إلا بالزوجة أو بملك اليمين والاستمتاع بغيرهما عدوان على ما حرم الله قال جل وعلا فمن يبتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فهو حرام على كل حال لكن الصحيح أنه ليس من الكبائر نعم